أهلا بكم تجري الانتخابات في 11 محافظة بالضفات الغربية بما فيها القدس المحتلة وتقام في 50 هيئة انتخابية تتنافس فيها 234 قائمة وبعدد ناخبين مؤهلين يبلغ أكثر من 715 ألفا أما تفاصيل الهيئات والقوائم والمقترعين فيها كالتالي محافظة القدس وفيها 5 هيئات محلية تتنافس فيها 16 قائمة وتجري عمليات الاقتراع في 10 مراكز و36 محطة اقتراع ويبلغ عدد المقترعين المؤهلين فيها أكثر من 21 ألف ناخب وننتقل إلى محافظة الخليل والتي يتواجد فيها أكبر عدد من الناخبين وهيئات ومراكز اقتراع وكانت كالتالي 19 هيئة محلية تتنافس فيها 85 قائمة وتجري عملية الاقتراع في 135 مركز و521 محطة اقتراع ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين فيها نحو 307600 ناخب أما في محافظة رمالله والبيرة والتي تأتي أيضا في المركز الثاني من حيث عدد القوائم الأرقام فيها كانت كالتالي 6 هيئات محلية تتنافس فيها 29 قائمة وتجري عملية الاقتراع في 30 مركز و107 محطات اقتراع ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين فيها قرابة 63 ألف ناخب أما الآن نتحول إلى محافظة نابلس والأرقام فيها كالتالي 4 هيئات محلية تتنافس فيها 18 قائمة وتجري عملية الاقتراع في 44 مركز و170 محطة اقتراع ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين فيها أكثر من 100 ألفين ناخب وتدخل مدينة جنين سباق الانتخابات هذا ب6 هيئات تتنافس فيها 21 قائمة وتجري عملية الاقتراع في 28 مركز و115 محطة اقتراع ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين فيها أكثر من 68 ألف ناخب أما في محافظة بيت لحم فتشارك بثلاث هيئات تتنافس فيها 25 قائمة وتجري عملية الاقتراع في 17 مركز و65 محطة اقتراع ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين فيها أزيد من 39 ألف ناخب ونذهب الآن إلى محافظة طول كرم والتي تخوض أيضا الانتخابات في هيئتين وبعشرة قوائم وتجري عملية الاقتراع في 19 مركز و72 محطة اقتراع ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين فيها أكثر من 43 ألف وفي محافظة طباس تتم الانتخابات في هيئتين محليتين وتتنافس فيها 17 قائمة وتجري عملية الاقتراع في 10 مركز مقابل 34 محطة اقتراع ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين فيها أكثر من 20 ألف ناخب وننتقل الآن إلى المدن التي تجري الانتخابات فيها في هيئة واحدة وهي ثلاث مدن ونبدأ بأريحة والتي تتنافس فيها خمس قوائم وتجري عملية الاقتراع في خمسة مراكز و22 محطة اقتراع فيما يبلغ عدد الناخبين المؤهلين فيها نحو 14 ألف ناخب ثم قلقيليا التي تخوض الانتخابات بهيئة واحدة وتتنافس فيها ثلاث قوائم فيما تجري عملية الاقتراع في 12 مركزا و48 محطة ويبلغ الناخبين المؤهلين فيها أكثر من 27 ألف ناخب وننهي مع مدينة سلفيت التي تدخل غمار الانتخابات أيضا بهيئة واحدة وتتنافس فيها خمس قوائم فيما تجري عملية الاقتراع في خمسة مراكز و13 محطة اقتراع ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين فيها أكثر من 7 ألاف ناخب يشار أخيرا إلى أن نسبة المرشحين للانتخابات حسب الجنس بلغت 73% من الذكور و27% من الإناث ومن الجدير ذكره أيضا كذلك أن هناك ثمان قوائم انتخابية ترأسها امرأة كانت مشاهدين هذه أبرز مفاصل انتخابات الهيئات المحلية في مرحلتها الثانية شكرا على المتابعة مع أمنياتنا بالتوفيق للجميع شكرا على المتابعة